تتزايد التحذيرات من تفشي جائحة الكوليرا في اليمن ويزداد معها خوف المواطن الذي لا يعرف من أي اتجاه يواجه متاعب الحياة بلا راتب وبلا أي خدمات أساسية يعيش في مجتمع غابت عنه شمس الحياة لتأتي جائحة الكوليرا بخضورتها لتنهي حياة المواطن الكادحة هذه المرة عادت التحذيرات عبر شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة تقول في تقرير حديث لها إن الارتفاع المفاجئ في حالات الكوليرا أدى إلى زيادة المخاوف بشأن عدام الأمن الغذائي الحاد خصوصا بين النازحين داخليا الذين يعيشون في ظروف مزدحمة مع سوء مرافق النظافة الشبكة الدولية أكدت أن معظم المتضررين من الكوليرا هم من الأطفال دون سن الخامسة ما يزيد من قضر تفاقم سوء التغذية الحاد بينهم مشيرة إلى أن الجائحة ترفع من حجم الإنفاق الصحي للأسر بحثا عن العلاج على حساب الاحتياجات الغذائية الملحة ومنتصف الشهر الجاري كشفت الأمم المتحدة عن تسجيل نحو 40 ألف حالة إصابة بالكوليرا في عموم البلاد من بينها 160 حالة وفاة مؤكدة أن 85% من تلك الحالات جرى تسجيلها في المناطق الخاضعة لصيدارة الحوثيين التي عدمت فيها كل سبل مواجهة الوباء في الوقت الذي أكدت تقارير بأن نصف المنظومة الصحية في اليمن مدمرة بشكل كامل الأمم المتحدة تخشى في تقديراتها من احتمالية تسجيل أكثر من ربع مليون حالة إصابة بالكوليرا مع حلول سبتمبر المقبل في مؤشر على خضورة الوضع خصوصا مع السمرار الأمضار والسيول على معظم المحافظات لأن المرض معدن تسببه البكتيريا المنقولة بالماء أو الطعام الملوث